اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي على البرامج البحثية للمعهد الوطني للبحث الزراعي والمركز الدولي للبحث الزراعية في المناطق الجافة في محطة أبحاث مرشوش محطة جد مهمة والتي تعمل على استنبات الأصناف الجديدة دي المحاصيل الزراعية وكين الحبوب القمح الطريق قمح الرطب اللي هو الفرينا وكذلك البقوليات وكين الأعلاف وكين الشعير تريتيكال فعدة أنواع برامج المعهد الوطني للبحث الزراعي والمركز الدولي للبحث الزراعية في المناطق الجافة تتعلق بمجالات التحسين الوراثي للحبوب والبقوليات والأعلاف والهندسة الزراعية خاصة البذر المباشر وشكلت هذه الزيارة فرصة أيضا للتعرف على الأصناف المطورة مؤخرا والتي تتحمل الجفاف وكذا برنامج إكثار البدور اليوم رأينا عدة أنواع من القمح الصلب التي تعطي محصولا يصل إلى أربعين قنطارا في الهكتار الوحيد وهي سنة جافة نسبيا لحدود الآن ونعمل أيضا على عدة تجارب مع المركز الدولي للبحث الزراعية في المناطق الجافة حول سنف النباتي ينتج الزيت ويدعى كاميلينة واجرت هذه الزيارة الميدانية بحضور عامل إقليم الخميسات ومهنيين ومنتخبين ومسؤولين في الوزارة